مساء الخير عليكم وعملين ايه؟ النهاردة هنشرح الجزء الثاني من تصليح ظهور الشاشة السودة عند تشغيل ألعاب كهذا البلاستيشن 2 سواء شاشة سودة سواء بيضة وقفت عندها اللعبة سواء ما فتحتش خالص النهاردة هنحل كل المشاكل دي هوريكم بس مثالين للعبتين كانوا عندي مش عايزين يشتغلوا هنشوف كده مع بعض اول لعبة اهي لعبة همر اهي تمام لعبة همر دي اول ما فتحتها مكانتش بتشتغل هنشوف هتعمل ايه دلوقتي هاي كده انا دست تشغيل وقفت على شاشة بيضة وقفت على شاشة بيضة طيب المثال التاني عندنا لعبة جيرانت زيف اوتو اوتو لما جيت اشغلها ايه اللي حصل هشغلها دلوقتي اهي شايفين كتبت ايه zas Sang The game is for augmented انا اجبلكم مثالين لبح impul besch sequence ان شركز توقف من الاول بس توقف على الشاشة سودة او الوان او بيضة او بائدة او تدي ونحل المشكلة هنروح على برنامج نفتحه نفتحه نختار الUSB نفتحه 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 نروح هنبص عليها كده هاد الفلاشة هي واخد حرف الكي تخلي بالك من الحرف اللي عليه اسم الفلاشة تمام لو جينا فتحنا الدي بي دي ده هنلاقي الجيراند زيف اوتو وهامر تمام هامر احنا صلحناها طب هنصلح العطل انتو شفتو ده تصلح اللي هي وقفت على شاشها بيضا طيب اللعبة التانية هنشوفها نصلحها ازاي وهي نفس الخطوات اللي تتعامل في اي لعبة تمام طيب احنا عارفين كده لو رجعنا ده ملف دي في دي مكتوب دي في دي الملف ده بتحط فيه اللعبة الاقل من اربعة جيجا الالعاب اللي اكتر من اربعة جيجا زي دولت كده اللي هي ريزيتينت ايفل ولعبة ميت جيرل سري دولت اكتر من اربعة جيجا احنا كتبناهم ببرنامج احنا قلنا ده بنعمل باللعبة اذا كانت اكتر من اربعة جيجا اقل من اربعة جيجا بتاخدها كوبي باست على طول في ملف الدي في دي تمام طيب ده هنشوف خطوات تصليح اللعبة هنفتح البرنامج دفراج اهو تمام هنختار الفلاشة تمام هنقول له نظرة اسكرية تمام هنا بيقول لك في ملفات مبعصرة اهي بحجم 3 جيجا تمام تعلم عليها وهتقول له الغاءة التجزئة اهو الغاءة التجزئة تمام هبتدي هنا يعد هتسيبه الغاءة ما يخلص مية في المية وبإذن الله اللعبة هتشتغل معك لعبة همر نفس الخطوات اتعملت فيها واشتغلت اه انت دوقتي بتختار قائمة الملفات وتختار اللعبة ملو اشتغلتش عندك تمام تمام اهو تده يعده اتنين في المية طبعا اه اه عايز اوريلك ال الالوان اللي على الفلاشة ديت تمام هي دي اللي هتعمل فيها تصليح وبإذن الله اول ما يخلص عد هنجرب اللعبة وهنشوف تمام اتنين في المية هو طبعا اللعبة بتاخد وقت حسب مساحتها اه اه مهما طول معك استنى عليه لغاية ما يخلص مية في المية ويديك اوكي وبعد كده هتقفل البرنامج انا واقف تصوير دلوقتي لغاية ما خلص وارجع لكم تاني البرنامج وصل الى 26% هو لسه يعالج ملفات اللعبة هنستنى لغاية ما يبقى في 100% حسب حجم اللعبة انا عندي بعض النصائح حولها لك عشان تضمن ان اللعبة تشتغل 100% عندك ايه النصائح دي عندك درقاتي تحميل اللعبة اول حاجة تحميل اللعبة اهو تمام انت درقاتي بتحمل اللعبة لازم تحمل اللعبة كاملة كاملة فيه العاب معدلة يعني مثلا اللعبة 4 جيجا تلقيها 1 جيجا ونص او 2 جيجا دي طبعا ممكن ما تشتغلش معك لازم تحملها كاملة واورجينال تمام يبقى تختار تحميل اللعبة كاملة وتختار مواقع موثوق منها تمام ملحوظة تانى لما تبتدي عمل كتابة اللعبة او حتى عند التحميل لازم توقف الانتي فيروس الانتي فيروس ساعات بيحزف ملفات وبيعطل حتى تحميل اللعبة نفسها تمام انا اوقف الانتي فيروس اول ما بتدي تحميل اللعبة وفي جميع مراحل معالجة اللعبة لازم اوقفه كتابتها ببرنامج اليو اس بي يو تيل تصلحها على الديفراج كل ده لغاية ما تخلص خالص تخلي الانتي فيروس معطل تمام اه طبعا انت لو ده بالنسبة للفلاشة بالنسبة للهدش دي اللي هو الهارد بتكتب اللعبة اه ببرنامج الوين هيلب طبعا وده في فيديو عندكم بعد كده بتعالج اللعبة على الكمبيوتر زي ما احنا بنعمل دلوقتي وفيه كمان حاجات ممكن تعالجة على جهاز البليستيشن اه وده برضو شرحناه في الفيديو اللي قبل دوت اه تمام اه دي بعد النصائح لازم تخلي بالك منها عشان اللعبة بتشتغل عندك اه في حاجة كمان عايز اقولك عليها في برنامج اسمه وين ايزو وين ايزو تمام الوين ايزو ده اه ممكن قبل ما انت تكتب اللعبة على الفلاشة ببرنامج اه اليو اس بي يوتل تمام ممكن يساعدك اه في تصحيح الايزو بتاع اللعبة بعد ما تحمله قبل ما تكتب باليو اس بي تمام او قبل ما تاخده كوبي بيست اذا كانت اقل من اربعة جيجة تمام هتفتح البرنامج كده تمام اه ده بيقولك التحديث اقول له بعدين لتر تمام هتقول هتختار قائمة كونفيرت دي كونفيرت اه هتدوس عليها كده بعد كده بختار الملف بتاع اللعبة اللي هو ايزو اساسا اهو مثلا يعني مثلا حاطت حاطت مثلا الالعاب بتاعتي اهي اه في ملف مثلا هختار اللعبة اللي احنا شغالين عليها جرانت زيف اوتو هقول له اوبن تمام هنا المكان اللي هيطلعلك في اللعبة هو عملها اوتوماتيك على الديسك توب كل اللي انت بتعمله انت بتدوس اوكي وهنا طبعا تتأكد ان الايزو فايل ايزو تمام ايزو فايل ايزو على اول اختار زي ما هو كده هتقول له اوكي هتلاقيه اه بيحاول الايزو الايزو بس ايزو سليم يعني ايزو مكتمل سليم دي برضو ممكن تساعدك جدا اه في ان اللعبة تشتغل عندك مية في المية دي طبعا قبل ما تكتبوا برنامج ال يو اس بي يوتيل تمام اهو بيخلص اهو اهو برنامج سريع تمانية وتمانين تسعين اهو خلص معنا وانا ساكسسفول تمام هنقفله كده هببص على الديسك توب هنلاقي الملفة اهو اهو جراند سيفت اوتو تمام اي انا دلوقتي بعد ما عملت بالبرنامج ده بحطها على الفلاشة على طول سواء بكتبها اه باليو اس بي يوتيل او بحطها كوبي باص اه ده طبعا ايه حسب حجمها زي ما احنا قلنا طيب ما اشتغلتش على الفلاشة بترجع للديفراج على طول تمام بترجع للديفراج على طول او حسب العطل اللي في في اللعبة عندك الفيديو اللي قبل ده في تصليح اللعبة وعندك اه تصليح اللعبة بالكمبيوتر على الفيديو بتاعنا حاليا تمام يبقى اخر خطوة الديفراج تمام اه كده اضمن لك ان الالعاب باذن الله تشتغل عندك زائد اخر حاجة احب اقولها لك ان انت لازم تخلي عندك كذا اصدار من قبل كذا اصدار من قبل زي ما شفنا في الفيديو اللي فات اه في اصدار ممكن يشغلها وفي اصدار ما يشغلهاش اه فانت اه تنوع عندك الاصدارات وعرفنا ازاي احنا بنظهر قبل اه في برنامج الفريم سي بوت كل ده موجود عندك على القناة تمام انا دلوقتي بحاول للميلك كل النصايا حشان الالعاب تشتعل عندك وما تضايقكش ومتعملش معاك اي مشكلة تمام احنا كده لمينا كل حاجة اه من اول تحميل اللعبة لغاية تشغيلها على جهاز البلستيشن 2 هنبص تاني على دفراج كده وصل 40% هنستنى شوية لغاية ما يوصل 100% وهنجرب اللعبة ونشوف وباذن الله خير وتشتغل معاك اللعبة وكل حاجة تبقى تماما هوقف التصوير لغاية ما يخلص ورجعنا تاني دلوقتي بعد البرنامج ما خلص اهو دلوقتي لو بصيت كده على الفلاشة طبعا كلها ما فيهاش اي عطل والملف بتاع اللعبة تصلح دلوقتي كل اللي احنا هنعمله هنقفل البرنامج اهو ممكن تقول له تحليل تاني كده لا يوجد ملفات مبعصرة اهو لا يوجد ملفات مبعصرة تمام طيب تمام هنقفل البرنامج كده وهنفصل الفلاشة وهنروح نجرب على جهاز البليستيشن تمام تمام دلوقتي وبعد ما جربنا اللعبة على البليستيشن هنشوف النتيجة ايه هنشوف الفيديو اهو 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 احنا دلوقتي مشغلين اللعبة على البليستيشن اهو دوسنا اوكي اكس تمام هنتبقى هتشوفها بتعمل ايه بالزبط اهو الاخر طبعا ما اجيبلك الكلام ده خليك وراها كده تمام اهو اهو اللعبة فتحت مشتعلت تمام شغلا اهو اهو اللعبة شغلا تمام دي بقى احنا صلحناها بالتفراج واشتغلت ونفس الخطوات عملناها بلعبة همر تمام وكده بقى احنا كملنا الخطوات اه للاخر وعرفنا بعض الملحوظات لازم نخلي بنا منها اه وقلوكو اه لو عجبكو الفيديو اعملوا اشتراك ولايك اه وما تنسوش دعم القناة اه وانا تحت امروكو في اي وقت اه اه معاكو باذن الله لغاية ما نعرض الفيديو القادم ومستني اه كل ملاحظاتكو في التعليقات واه اقولوكو مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة